ضغوط المشرعين الأمريكيين على إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت تظهر من جديد إزاء شراء النظام التركي منظومة الدفاع الروسية S-400 والاقتراب من اختبارها دون الالتفات للدعوات التي طالبته بالعدول عن هذه الخطوة السيناتور الديمقراطي كريس بان هولين والسيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد وجه رسالة لوزير الخارجية مايك بومبيو يطالبان فيها فرض عقوبات على النظام التركي بسبب اختبار المنظومة الروسية S-400 على طائرات الأمريكية الصنع المشارعان الأمريكيين وجه أسئلة لبومبيو عن حقيقة ما جرى بشأن S-400 وحول ما إذا كان النظام التركي قد دمج النظام الروسي في رابط البيانات التكتيكية لحلف الناتو وما إذا كان ذلك سيمكن روسيا من جمع معلومات عن الحلفاء في الناتو وفي وقت سابق أكد رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي آدم شاف أن النظام التركي عرض القوات الأمريكية في سوريا للخطر واستحوذ على نظام S-400 رغم التحذيرات الأمريكية متسائلا أي حليف هذا الذي يقدم على فعل ذلك يأتي ذلك بعد أن كشفت تقارير عدة بأن النظام التركي يعتزم اختبار رادارات النظام الصاروخي الروسي S-400 على الطائرات الأمريكية من طراز F-16 والتي تستخدم لصالح حلف شمال الأطلسية وقد تسلمت تركيا نظام S-400 العام الماضي على الرغم من تحذيرات المسؤولين الأمريكيين من أنه يمثل تهديدا للمقاتلات الأمريكية F-35 وثلاثين ترجمة نانسي قنقر شكرا للمقاتل